السلام وعليكم الدراري كتمنى تكونوا باخير صحاد لكم زيانة كل شي وادك لماذا دي بن عاطية النجم دينا السابق والعميد للعماء فرق كبيرة وعالمية روما باير ميونيك يوفينتوس او دينيزي وفرق فرنسا وايضا قطر او توركيا دوس كورا دي البصة قال كلام عالمي على زياش وقال باللعب إيست نائي وكشبه بميسي نبدو بش نقال قال ماذا دي بن عاطية قائد أسود الأطلس السابق عن عشزال حاكيم زياش اللاعب دوليا واكد في تصريح له لأحد المواقع المغربية ان زياش لاعب انستنائي ولم يسبق له شخصيا انعانى معه من اي مشاكل مشير ان انا المنتخب المغربي لانا استطيع ايجاد بديل له في الوقت الراهن لانه بمثابة ماسي في الارجنتين بحيث قال هذه الكلمات انا لم اعاني ابدا من اي مشاكل مع زياش لكن لكل واحد طبعه الخاص اذا لم تكن تعرفه سمنحك الانطباع بانه لا يتحدث كثيرا ولا يمزح ابدا لكنك لا تستطيع ان تغير طبع الناس لكن حاكيم شخص دائما متواجد وبنسبة مئة بالمئة حاكيم لديه امكانية لا تصدق والسؤال هو هل يستطيع المنتخب المغربي ان يفعل شيئا ما من دون زياش الامر معقد بعض الشيء ازالة حاكيم من المنتخب مثل ازالة ماسي من الارجنتين وفي المنتخب المغربي لا تملكوا عشرة من زياش وإلا لكان الامر معروفا صراحة شن الهضر اللي قالها راكي عارفو مزيان بحي تلعب معها عدد المباريه الدولية من العام الفين وخمستاش تلقيت عشيزال بن عاطية ميسي عدو فلارجونشي نربحال زياش عدنا في المغرب شكون اللاعب اللي حسن من زياش حالين في الهجوم مستوى المنتخب المغربي او يلاعب كم مكان عدنا زياش في الهجوم عدنا حاكمي في الدفاع وعدنا بول في الحراسة هالثلاثة اللي في الليفل عالي بزاف اللاعب الاخرين كيزو من البعض هم زياش كم كم عشية منتخب اخر مكانش غادي اطراعي للضاندة اختار المغرب على هولندا وبالتالي تهميش جامل المنتخب بلد ديالو اللي حبوه بقلبه وبلد الام ديالو يعني اشياء غريبة كتراكت منه كل خير قادموا وان شاء الله غادي ارجع في اعتزال ديالو وغادي العب مع المنتخب مغربي لكن شرط واحد يقالت خلو زيت وتاههو الكاس العالم